الرسالة التالتة ما اعتقدش فيه اتنين بيختلفوا على مصطفى شوير وانه حارس جميل ورائع وماشاء الله ثبت اقدامه وراحل منتخب وعمل حاجات جميلة جدا وبقى مصدر ثقة لكل الجمعير المصرية وخصوصا جمعير النادي الاحلي خلاص دينا لك يا عم مصطفى حقك وجدع وجميل وعمرنا ما احتجناك اللي ملقناك لانك بالفعل جدع وجول كويس وجول موهوب والناس كلها بتحبك جدا واكتر واحد بيحبه مصطفى شوير هو كابتنه وحارس فرقته الاول كابتن محمد الشناوي انا لو عدتلك البطولات اللي حققها محمد الشناوي للاهلي والبطولات اللي كانت سبب مباشر فيها محمد الشناوي يعني ايديك هتوجعك من كتر العد حارس عظيم حارس كبير حارس محترم قائد محترم وبالتالي الطبيعي زي ما انت بتدعم مصطفى شوير وشايفه حارس جميل وحارس المستقبل خلي بالك اوعى تنسى ان الشناوي لحد مبارح بيكسبك بطولات وبكرا ان شاء الله يكسبك بطولات بامر الله جميل انك تدعم شباب بصاعد ولو انه خلاص مصطفى شوير ما بقاش شباب خلاص مصطفى تم 24 سنة فبقاش شباب لكنه ندعم مولادنا كابتن فريتنا ويبقى هو عارف ان احنا لما نشوف الشناوي في المرمى بنتبسط وبنرتاح وسخطنا فيه هو بيصد من بنزيمة هو بيصد من في كاس العالم للاندية في ضربات الترجيح وهو بيساهم في تحقيه بطولات افريقية على مستوى دور الابطال وعلى مستوى السوبر ومباريات في كاس مصر ومباريات في الدوري وبطولات بسم الله ما شاء الله يبقى دا عندي حارس وعندي كمان حارس وعندي كمان حارس وهنا عندنا حارس ايه المانع ان احنا نفضل دايما مع حراس الاهلي مع نجوم الاهلي مع ابطال الاهلي الاهلي في حاجة لكل مشجع في حاجة لكل اهتاف في حاجة لكل مساندة في حاجة لكل مؤذرة خلي بالك انا اقول لك الكلام ده وانت مش خسران حاجة انت لم تخسر حتى الان انت بدأت الموسم بالفوز على جرماه يا زهابا وقيا بان 3 و 3 بالتعادل مع المنافس وكنت متقدم 1-0 وبخطأ هف وما لايش لازمة دخل مرماك هدفه على فكرة يوميا مرمنة لم يتهدد كل الهصة اللي انتوا شايفينها دي مرمنة لم يتهدد اه والله مرمنة لم يتهدد هي الكرة اللي جات عالجون دخلت جون ولا يسأل عنها الشنوي طيعت واحد واحد وبدربت الترجيح وانت وبختك فيعني ما ما حصل يعني لسه الموسم طويل جدا ولسه البطولات كتيرة جدا دائما وابدا جمهوره داحمة داحمة